كما أكد نايب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح بأن أجهزة الجيش والأمن تحرص كل الحرص قبل تنفيذ عمليات ضد عنصر التخريب والإرهاب على تجنيب المدنيين أي أضرار جانبية وتضع من أولويات اعتبارها سلامة وحماية المدنيين جاد لك خلال لقائه وفد منظمة حماية المدنيين في النزاعات تيفيك دولية وسمع على مختصر عن مهام ومشاريع المنظمة والبرامج التي تقدمها في مجال اختصاصها ورحب نايب رئيس بوفد منظمة وبالمشاريع التي ستقدمها في مجال حماية المدنيين وإقامة دورات تدريبية في هذا الجانب مشيرا إلى الحاجة الملحة تجاه حماية المدنيين في ظل وضع وضع تتعمد فيه ميليشيات الانقلاب استهدافهم المباشر وجدد إدانته وسنكره شديدين للشريمة الإرهابية التي استهدفت رئيس وفد صليب الأحمر إلى تعز حان الحود مقدما التعازي والموساة لقيادة لبنان وشعبه ولمنظمة الصليب الأحمر ولكل العاملين في الحقل الإنساني وقال نائب الرئيس جريمة اغتيال حان الحود جريمة بشعة نالت من شخص طالما سخر وقته وجهده في سبيل خدمة الإنسانية واغتياله هو قتل للضمير والعمل الإنساني ومحاولة لمضاعفة معاناة أبناء تعز وأكد الفريق محسن الصدور التوجيهة اللازمة لأجهزة المختصة بملاحقة مرتكبي الجريمة وإلقاء القبض عليهم لينالوا جزاءهم الرادع وليقظ المستمرة لإفشال هذا المشروع الإرهابي وعبر وفد المنظمة عن تقديره لاهتمام نائب رئيس الجمهورية ودعمه للبرامج المزمع تنفيذها مؤكدا بأن المنظمة ستسعى جاهدة لتقديم الدعم اللازم لتأهيل كوادر أمنية وعسكرية تتبكن من معرفة جوانب حماية المدنيين وصون حياتهم